السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودة اليكم من جديد في اطار حلقاتنا من اجل بسط مقتبريات من دونة الاسرة دائما في اطار مؤسسة الزواج تستحضروني الان فكرة للزواج المختلط. هات الزواج المختلط اللي كيعرف العديد من الاشكاليات. كيتوقف هات الزواج بحسب اه الراغب في الزواج. انا بالنسبة للزوج ما عندوش اشكال. انا يقدر تزوج بها مسلمة. اقدر تزوج بها نصرانية. ويهودية. ممكن بعد الناس سمحون الله اللي كيدير داك الاسلام الصوري. بانك يجيب على الدولات وكل شيء. شو بتبانها تسي دراس المات. ولكن بالنسبة للمرأة. هنا في انك الاشكال. كلقوا اشكاليات في العديد من الاجراءات التي يلزم ان تقوم بها سواء تلك المرأة او ذلك الرجل من اجل ابران عقد الزواج. بما في ذلك الوطائق التي يلزمه التحصل عليها من بلده الاصل. والوطائق التي يلزمها الادلاء بها. الكثير من الوطائق اللي كيتخص ضروري تصادق عليها من طرف وزارة الخارجية المغربية. كيرسلها الرجل من بلده على الاصل. وكيخصد صادق عليها من طرف وزارة الخارجية. هنا كدتعر هات الصعوبات هذي بحيث انها كتولي المساطر معقدة. احنا با بصفتي كمحامي اه العديد من الامارات تحضر عند المكتب اه سيدة اللي بغا تزوج في انسان اه بثل مسلم. سواء مصري او سعودي او سوري او غير ذلك. فبكثرة ما كنت نسرد لها الوطائق والاجراءات وكتتناقش هي والراجل الذي ينوي الزواج بها. هنا كتجي تقول لي يا راه قال لي واحد الفكرة اخرى. اشنو هاد الفكرة؟ هاد الفكرة هو انها تسافر عنده ويغررون عقد الزواج جمع. ويجيوا هنا ويديروا طالب تديل عقد الزواج بالسرعة تنفيذية. احنا كيف يمكن ايشكال؟ اذا كنا احنا حصنوا لمرأة. بالعديد من الاجراءات والعديد من الضوابط باش بحارة ما تضلمش. وباش بحارة نحافظوا على الكرامة ديالها ونصنوا الكرامة ديالها. كانوا اللي احنا كرميوها الواحد الجاحين في بلد اخر. سواء يمكن ان يكون ذلك البلاد في حرب. يمكن ان تكون العديد من العبار. احنا من اللي هالانسانة هاد المرأة المغربية اللي هي منها مواتنا واخواتاتنا وبناتنا كان رميوها فكأنك رميوها في بلد اخر. بحالك رميوها الجاحين. كتبشي كتقدر تواجه العديد من المشاكل والطار عملتها اتيرت العديد من الاشكاليات. بحيث ان هناك بعد نساء لمشاولة السعودية على بنية الزواج حتى كنت تفاجأوا بأنهم خادمات داخل المنازل. وتم حجز جوازات صفرين ومنعهن من الصفر. وبالتالي اهل الاشكالية لابد ان يتدخل المشاكل الراع المغربي لمعالجتها. الى هذا الحد. اه لا يسعني الا ان اقول لكم اه اه طبتم وطابة اوقاتكم.